الرئيس السيسي يصل الى نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تفعيل اطر التعاون وتكفيف التشاور مع قبرص رئيس والوزراء يتابع جهود حصر الاراضي لازمة لتطوير المدن القديمة وانشاء مشروعات بها وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لعاصمة قبرص نيقوسيا في مستهل زيارة رسمية الى الجزيرة للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان وتأتي القمة الثلاثية في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاثة وتعزيز التشاور السياسي وتبدل الرؤى حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط والشرق الاوسط اثنى الرئيس عبدالفتاح السيسي على التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية مشيدا بالمواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الاقليمية والدولية كما اكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة تفعيل اطر التعاون وتكثف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال المباحثات التي اجرها اليوم الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ومن جانبه اشهد الرئيس القبرصي بمتانة العلاقات بين البلدين مؤكدا تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة لترسيخ اطر التعاون الثنائي بين البلدين كما اشهد الرئيس القبرصية بدور مصر الداعم لتحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا ثنائيا مع رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية واكد الرئيس السيسي على عمق العلاقات بين البلدين وتعزيز سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات معربا سيادته عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر ومن جانبه اكد رئيس الوزراء اليوناني حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها الى افاق اوسع في مختلف المجالات واشاد رئيس الوزراء اليوناني بدور مصر البارز في تعزيز اليات العمل المشترك في مواجهة الازمات والتحديات الرهنة بمنطقة المتوسط واصفا اياه بنموذج يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنغوض بالاوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الاقليمي تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود حصر الاراضي اللازمة لتطوير المدن القديمة وتصلح لاقمة مشروعات الاسكان التي تخدم المواطنين من الشرائح الاجتماعية المختلفة وذلك تنفيذ لتكلفات الرئيس السيسي باقمة مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات على غرار الاسمارات وبشائر الخير واكد رئيس الوزراء ان هناك توجهات من الرئيس السيسي ببدء العمل في تطوير المدن القديمة واشار مدبولي لتخصيص 400 مليون جنيه شهريا لصالح صندوق تطوير العشوائيات لدفع العمل في المشروعات المختلفة اعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورها لزايد اجراء المسح السامعي لتسامائة وواحد الوخمسين الفا وستمائة وثمانية واربعين طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السامع للاطفال حديث الولادة وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر من العام الماضي واوضحت الصحة انه تم فحص 1580 طفلا غير مصري من المقمين على ارض مصر ضمن هذه المبادرة قررت الهيئات الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقد ادراج اسم المرشح علاء محمد حسنين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرما واس بالمينيا وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردي لتلك الدائرة لحين تحديد موعد اخر على ان تجر انتخابات القائمة بذات الدائرة في موعدها المحدد ويعني القرار تأجيل انتخابات الدائرة السادسة ومقرها ديرما واس بالمينيا بالنظام الفردي لحين اتخاذ الهيئة الوطنية قرارا بشأنها على ان تجر الانتخابات من نظام القائمة في موعدها في الداخل والخارج امر النائب العام المستشار حمد الصاوي باحالة ثلاثة متهمين محبوسين الى محكمة الجنايات المختصة لاتهم اثنين منهم بقتل المجنية عليها مريم عمدا بحي المعادي واتهمت نيابة العامة المتهمة الثالث باشتراكه مع الاخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتلى وكانت الادلة التي اقامتها النيابة العامة على الاتهمات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف احدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضا قانونيا واقرارات المتهمين الذين ارتكبا وقعة القتل والسرقة في التحقيقات